اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون لما ذكر سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ما تقدم من العبر والعيضات وأنهم أصروا على ما هم عليه فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأنكم ما حرصكم على إسلامهم وخصوصاً الأنصار رضي الله عنهم بأنه كان بينهم وبين اليهود أحلاف وكان بينهم قبل الإسلام شيء من المودة فكانوا يحرصون على إسلامهم لما كان بينهم من الحلف فيقول الله سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام الإنكار أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الطمع هو شدة التعلق والرغبة في الشيء والإنسان إذا طمع في شيء اشتدت رغبته فيه وحرص عليه تعلقت نفسه به حتى كأنه في يده من شدة حرصه وتعلق به فهو أبلغ من الرجاء فهو من أشد الرجاء في تعلق النفس بحصوله فقال سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أن هنا مصدرية أي بإيمانهم لكم والمعنى أن يؤمنوا لكم أن ينقادوا لكم ويسمعوا ويطيعوا ويؤمنوا بمحمد محمد صلى الله عليه وسلم هل تطمعون في ذلك وقد سمعوا الآيات ورأوا العبر والعضات ولهذا قال سبحانه وتعالى وقد كان فريق منهم وهؤلاء الفريق هم أحبارهم وكبارهم فإذا كان كبارهم أحبارهم ورهبانهم سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وعرفوه وعاقلوه ثم لم يؤمنوا به بل كما ذكر سبحانه وتعالى حرفوا الكلمة عن مواضعه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كلام الله قيل إن هذا هم هم السبعون الذين ذهبوا مع موسى عليه الصلاة والسلام واختار موسى قوم سبعون سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجوة قال ربي لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي أفت هديكنا بما فعل السفاء مننا وقيل إنهم سمعوا كلام الله لكن هذا لا يثبت ولو كان شيء من هذا فلا يمكن أن يكون على الصفة التي سمعها موسى عليه الصلاة والسلام لأنها تذهب الخصوصية لسماع موسى لكلامه سبحانه وتعالى لكن المراد فيما يظهر الله أعلم أنهم قرأوا التوراة وسمعوا التوراة وكتبوا التوراة ومع ذلك هم يعلمون أنه كلام الله سمعوا كلام الله فيه الأمر وفيه النهي وفيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن أحبارهم ورهبانهم حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة ورأوه عرفوا أنه هو المبشر به كأنه رأي عين منهم فأنه رأي عين منهم عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا قال قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعلمون أنه الحق وأنه كلام الله وأن صفة محمد عليه الصلاة والسلام الموجودة في كتبهم هي الصفة التي رأوه عليها عليه الصلاة والسلام يقطعون بذلك ويوقنون بذلك لكن طمعا في الدنيا طمعا في الرئاسة طمعا في الإمارة التي كانوا يتأكلون بها من عامة اليهود كانوا يتأكلون من أموالهم ومن مجارعهم ومن نخيلهم وما يأخذونه من أموالهم وكانوا يجعلون كلام الله على ما يهوون فيحرمون إذا شاءوا ويحلون إذا شاءوا فلهذا قال سبحانه ثم يحرفونه عن بصيرة لأن التحريف واضح تحريف يكون باللفظ يكون لللفظ ويكون للمعنى وتقدم قوله اليهود حينما قيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي آية العراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا قالوا تحريفا في المعنى وتحريفا في اللفظ جمعوا التحريفين فقالوا حبة في جعره أو حنطة يعني زادوا النون مقول حطة اسألوا الله أن يحتط ذنوبكم أو هي حطة والمعنى يسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم دخلوا على صفة فيها سخرية واستهزاء فلا يستغرب من القوم ذلك فهم يحرفون عن بعد ما عاقلوا عن بعد ما عاقلوه وهم يعلمون لكنه عقل لا ينفعهم عقل لا يحصل به التدبر إذ القوم الذين يعقلون هو ما يأتي في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون لكنه عقل بمعنى مجرد علم لا تدبر معه علم قامت بالحجة عليهم وهذا العلم لا ينفع صاحبه بل يكون حجة عليه وهذا العقل حين عقلوه عرفوه العقل هنا بمعنى المعرفة عرفوا هذا الشيء لكنه ليس عقل تدبر ليس عقل تأمل وليس عقل تفكر ولا علم يجلب إلى العمل ولهذا قال وهم يعلمون هذه الجملة من اسم وخبر هم هذه الضمير مبتدى من مبتدى وخبر ويعلمون جملة يعلمون الفعل والفاعل الفاعل الواو في موضرة خبر هذه الجملة حالية والواو للحال وهم يعقلون والحال أنهم في هذه الحالة أنهم يعقلون ويعلمون أنهم مبطلون كيف تطمعون منها ولا وليس معنى ذلك أنهم لا يدعون لا تدعوهم ندعوهم إلى الله فالمعنى أدعوهم إلى الله واجتهدوا لكن مع ذلك لا يقع في نفوسكم شيء مما يعني تعلمونه عنهم وترجونه وتؤملونه فالقوم قد ذهبوا في الظلال الضلال بعيد لكنكم على خير ولهذا الإنسان يدعو ويجتهد في الدعوة وإن كان يرى أن من يدعوه معرض لعل الله يفتح قلبه لكن الله أخبر عن هؤلاء القوم عن كثير منهم وفريق منهم أنهم أعرضوا لكن لعله يكون ذكرا وعظة لغيرهم ولهذا أسلم أناس من أحبارهم أسلم أناس منهم أسلم عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه كان من كبارهم علمائهم ثم كان بعد ذلك من كبار الصحابة رضي الله عنه وقد علم خبذ اليهود على حالهم في تكذيبهم وخصوصا كبارهم وأحبارهم فلذا رضي الله عن احتاط لنفسه بعد أن أسلم قبل أن يعلموا بإسلامه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلهم عني يا رسول الله قبل علمهم بإسلامه لأنهم قوم بهت وأهل بهتان فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا قال أرأيت من أسلم قال وعاذه الله والعياذ بالله عاذه الله فخرج عبد الله بن السلام قل أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا حالا يعني لا حياء ولا خجل يعني كذب ظاهر وكذب واضح شرنا وابن شرنا ولهذا كما في هذه الآية هم يحرهون لفظا ومعنا وهم يعلمون وهذا يدل على غباء هؤلاء القوم وهم غير معذون خاصة أتباعهم يعلمون ذلك منهم ويعرفونه منهم ومع ذلك يتابعونهم عليه لكن الله سبحانه من على على كثير منهم فأسلموا وآمنوا لكن هذا في تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من هؤلاء القوم وأن الإنسان يجتهد في الدعوة إلى الله ولا ييأس ولا يمل ولا يكل لأنه على خير لأنك حين تتكلم وترشد أنت لست مطلوبا منك أن تدخله في نودة لا أنت عليك الدلالة والإرشاد والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى توفيق والإلهام لكن أنت عليك الدلالة والإرشاد والبيان رسلا مبشرين وهكذا أتبع الرسل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التمع ثم هؤلاء القوم مع شدة مكرهم وكفرهم فيهم نفاق لم يكتفوا بهذا لكنهم نافقوا كحال المنافقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض المنافقين ممن كان بين الأوسي والخجر دلقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنهم مستهزيون كما حكى الله عنهم يولي السورة ثم هنا حكى عن قوم من منافق اليهود وأنهم كذلك يصنعون كما يصنع المنافقون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خل بعضهم قالوا أتحدثونهم وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون كما ذكر سبحانه وتعالى عنه في آية أخرى أول النهار إذا لقيتهم ضحا في أول النهار قلوا آمنا إذا كان آخر النهار أكفر آخرة يقولون آمنا تبين أنه ليس بحق والعياذ بالله مكر وكيد ونذكر سورة أخرى عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يظهرون بأفواههم وألسنتهم لكن من يصدقون من يظهرون له حقيقة القول لبعضهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض شف ذكر في قوله إذا لقوا هذا في اللقي مصادفة لقوه في طريق لكن مع قومهم يكون الأمر مقام كيد أمكر ويخططون للكيد للإسلام أهله فلهذا يخلو بعضهم بعض يكيدون في خلوتهم وليقال وإذا خلا ما قال إذا لقوا أخوانهم أو أصحابهم أو رؤساءهم أو شياطينهم قال وإذا خلا هذا خلو معهم فيه معنى الانطواء فيه معنى الاستكانة إليهم فيه معنى الإطمئنان خلوا مطمئنين ولهذا ضمن الفعل خلا لأن الفعل خلا فعل ماضي خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر لأنه معتل لآخر خلا هذا الفعل ضمنه معنى انضوى ويقال خلا بعضهم يعني إذا انضوى بعضهم ما يضمن الحرف ما نقول خلا بعضهم مع بعض أهل البصرة يضمنون الفعل فعلا آخر وأهل الكوفة يضمنون الحرف حرفا آخر فيضمنون إلى فيقولون خلا بعضهم مع بعض لكن تضمين الفعل أبلغ من تضمين الحرف تقدم معنى في أوائل السورة أظن في نفس الآية هذه آية وإذا خلوا إلى شياطينهم في ذكر المنافقين هذا المعنى وأن أبل قيم رحمه الله أشار إلى أن أهل البصرة هم بمثابة أهل المعاني في باب العربية فهم فقهاء العربية وأهل الكوفة ظاهري بمثابة الظاهرية من الفقهاء مثابة مذهب أهل الظاهر فلهذا لهم الظواهر أما أهل البصرة فإنهم يغوصون على المعاني وإن كان كثير من أقوال أهل الكوفة يرجح من أقوال البصرة لكن أهل البصرة هو مذهب الجهور وهو مذهب سبوير والكساء على الكساء هو إمام أهل الكوفة و سبوير هو أهل البصرة يقول خلا بعضهم إلى بعض يعني انطوى وانزوى واشتكان وهذا فيه معنى شدة خلوتهم خلا خلا هذا بالقصر ليس بالمد لأن الخلا بالمد هو الحشيش ولهذا لما كان مقصورا كان معناه أقصر فيكون في المعاني وهو الخلوة وهو أمر معنوي خلا فلان مع فلان يعني انفرد معه أما الخلا بالمد فهو الحشيش اليابس فقوله وإذا خلا بعضهم إلى بعض أي انزوى وانطوى واستكان بعضهم إلى بعض فلهذا يضمن هذا الفعل معنى فعل آخر فيجمع معنى يلي يجمع مع الخلو الانضواء والاطمنان فيقولون ويمكرون ما شاء وهذا في آيات كثيرة مثل قول سبحانه وتعالى عين يشرب بها عباد الله يشرب أهل الكوفة يقولون يشرب بها يعني يروأ يشربوا منها يشربوا بها يشربوا منها فضمنوا الحرف معنى الحرف فقالوا بها معنى منها فأوقعوا الحرف ضمنوا الحرف بحرف آخر وهو من يشرب بها أي يشرب منها لكن على القول الثاني يقولون يرجحوا كثيرا وكما تقدم قولها البصرة في قوله سبحانه وتعالى يشربوا بها أي يروأ يشربوا بها يروأ ضمن معنى يشرب يروأ فليس لأنه يشرب منها لا يحصل معنى يروأ فلهذا نضمن معنى يشرب معنى فعل آخر فيحصل عندنا معنيان بدل أن يحصل معنى واحد لأن الفعل معنى في غيره ليس له معنى في نفسه وهكذا في سائر الآيات وهذا كثير في الآيات وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون هم يعني استنكر بعضهم إلى بعض حين لقيتم أصحاب محمد فتقولون لهم ينافقون نعم إن محمد حق وآمنوا به وهذا من نكرهم وكيدهم كما قال سبحانته واجآمن وجنار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون فقالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم وهذا من أعظم العتو والفساد وأعظم الضلال يعني هم يقرون أن الإخبار في كتبهم عن محمد صلى الله وسلم أنه فتح من الله وأن الله أخبرهم بهذا وأنه فتح ومدام فتح فيجب عليك أن تسير مع الفتح ويجب عليك أن تسلك مسلك الفتح فتح من الله فتح الله عليكم فخص الله بذلك ووجد في كتابكم وصفه عليه الصلاة والسلام وهذا فتح من الله فتح لكم حتى تؤمنوا به عليه الصلاة والسلام أتحدثون بما فتح الله عليكم هل الفتح من الله يكتم الفتح من الله يفرح به الفتح من الله يشر به الفتح من الله إكرام لمن فتح الله عليه بهذا لكن والعياذ بالله مع ذلك يقولون كيف تحدثون بما فتح الله عليكم لماذا لأنه يفوت أمورهم وحضوظهم فهم مبخوسون مبخوسون خاسرون نظروا إلى حضوظ في الدنيا وجحدوا وكفروا أتحدثون بما فتح الله عليكم ولهذا ذكر الله عنهم هذا سيأتي في سورة البقرة يستفتحون كان يستفتحون به عليه الصلاة والسلام ويقولون للأوس والخزرج سيخرج نبي نقتلكم معه قتل عاد وثموت قوم عاد عليه ثم يعني نقتلكم قتل عاد وثموت يخوفونهم لكن لما خرج كفروا به والعياذ بالله فقالوا ليس هذا النبي الذي وعدنا به كما أخبر الله عنهم أنهم يحرفون الكلمة من بعد ما قالوا يحرفون كلمة من مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه تحريف اللفظ وتحريف المعنى أتحدثون هم يستنكرون على بعضهم إذا خل بعضهم إلى بعض بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يعلمون أن هذا حجة وأن هذا يقين وأنه يحاجكم عند ربكم أي بكتاب ربكم وهو ما جاء في كتابهم والحجة قائمة يقولون أنتم تقولون إنه هو المبشر به وهذا النبي وهذه صفته فيحاجوكم بهذا بكتابكم الذي أنتم تؤمنون به لكنهم في الحقيقة يكفرون به إذا خل بعضهم إلى بعض يقرون بالحق كحال المنافقين يحاجوكم عند ربكم أفلا تعقلون وهذا استفهام فيه معنى التوبيخ والإنكار واختلف في قوله أفلا تعقل هل هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان يعني أفلا تعقلون يا أهل الإيمان من آمن محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم قوم ضالون وأنه لا مطمع فيهم ولا مطمع في إيمانهم وأنهم يكفرون بما فتح الله عليهم ويستنكرون التحديث به وقيل إنه من تمام قول اليهود بعضهم لبعض وأن الله حكى عنهم أنهم بعد ذلك حين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أفلا تعقلون والعياذ بيجعلون عين الظلال هو عين الانحراف هو عين العقل وهذا ارتكاش وانتكاش للقلوب والعياذ بنا كما أخبر الله عنهم قبل ذلك أنهم يعقلون عقل معرفة وعلم لحجة قائمة عليهم لكن كيدهم وظلالهم يعود عليهم مهما صنعوا وما فعلوا ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما ذكر عنهم من هذا المكر وهذا الكيد الذي كادوه في خلوتهم لمحمد صلى الله ولي أصحابه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله سبحانه وتعالى بيّن كيدهم وبيّن باطلهم وفضحهم على الملأ يعلم ما يسرون من هذا الكيد المذكور في قول بعضهم لبعض أتحدثون من فتح الله عليكم أتتكلمون بهذا وتقولون إنه هو نبشر به وما يعلنون أيضا من إظهار إيمانهم ممن آمن منهم ظاهرا نفاقا الله يعلم سبحانه وتعالى سرهم ونجوهم وهم يعلمون ذلك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون جميع ما يسرون وهذه اسم موصول عام والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى منهم ولا من غيرهم لكن نص عليهم خصوصا لمناسبة هذا الكيد هذا المكر هنا قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون والمعنى اتعظوا واعتبروا وأنما تسرونه من كيدكم ومكركم فهو ظاهر مبين والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ونبيه مبين له ما تكيدونه لكن هذا حين يكون أهل الإيمان على طريقة صحيحة وسليمة فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم إن تنصروا الله ينصركم قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونصر الله بنصر دينه ونصر شرعه بدفع كيد الأعداء قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم وأنه مطلع عليهم محيط بهم وبكيدهم لأهل الإسلام ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم شعوا في إضلال قومهم وأنهم يقرؤون الكتاب ويتلونه تلوة أماني ولها قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون واختلف ومنهم أميون قيل أميون معنى أنه كما ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب وقيل إنهم معنى أمي أنه يقرأ لكنه يقرأ قراءة ولهذا قال إلا أماني إلا أماني يعني تلاوة لا يتبعه حق اتباعه ولا يتلوه حق تلاوته تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لا تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر وآخره لاقى حمام المقادر فالمعنى تمنى تلا كتاب الله قيل إن الأماني هي التلاوة وقيل الأماني هي الأكاذيب ما تغنيت ولا تمنيت كما يروع عثمان وهو الكذب وقيل أماني هي ما يشتهونه يجعلون كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليهم التوراة على ما يشتهونه يحرفونه ويصرفونه على ما يشتهون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون يتخرصون ليسوا على يقين لأنهم حرفوه وبدلوه فهم مضطربون ولهذا يضلون من يقرأون له الكتاب فيحرفونه فإذا جاءهم مثلا من يشألهم فكان فرشاهم تلوا عليه من كتابهم ما يريد وإذا لم يرشهم تلوا عليه من كتابهم ما لا يريد فهم يجعلون كتاب الله كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يحرفونه ويكتبونه يحرفونه لفظا ومعنى لعله يأتي إن شاء الله تأمم الكلام في هذه الآيات في درس آت والله أعلم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر